إلى أوروبا وفي تقرير ماريو دراقي عن القدرة التنافسية الأوروبية الذي صدر يوم أمس وجه محافظ البنك المركزي الأوروبي السابق توصيات جذرية إلى قسم مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي الرسالة العامة التي وجهها دراقي هي أن تركيز مسؤولي مكافحة الاحتكار الأوروبيين فقط على أسعار المستهلك يعيق اللحاق بالاقتصاد الرقم العالمي حيث تحتاج الشركات إلى زيادة الحجم للتنافس والابتكار وتتلخص الحلول التي يقترحها دراقي في تقريره في منح المزيد من الحرية للشركات لإبرام السفقات والقيام بعمليات الاستحواذ والاندماجات والتعاون بين الشركات المتنافسة ومعالجة المشاكل فور ظهورها ومراقبة الاندماجات المقلقة بعد إتمامها وليس قبل ذلك يعني هو كان عم بيقول أنه لماذا يعارض الاتحاد الأوروبي مثلا اندماج ألسطن مع سيمانز ما بدك تترك العمالقة تستطيع منافسة العمالقة الأمريكية والصينية ولكن عنصر هام في أوروبا هي دائما حماية المستهلك النهائي والصغير على عكس بالولايات المتحدة حيث أن الكفة تميل دائما نحو الشركات الكبيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر